اشتركوا في القناة اليوم إن شاء الله نتحدث في تفسير الآية 188 من سورة البقرة 188 من سورة البقرة نقرأ وخلي الصوت عالي شوي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نعم ولا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل طيب أولا مسألة الأكل الأكل ويبدو أنه كيف بتنشأ اللغات لأنه الأكل أولا فيه اتلاف للشيء وطبعا بيقصد الانتفاع وقصد الانتفاع وبالتالي مع تطور كما قلنا اللغات أصبح الأكل فيه معنى التنقص لما بتنقص من شيء أو مثلا منقول أكلت النار الحطب لأنه بتبدأ تأخذ منه أو جسم يتآكل يتآكل من لاحظ إيش يعني بينقص بينقص يتآكل يتآكل لكن ابتداء يبدو أكثر ما كانت تعاملات البشر تتعلق بالمأكولات وبذات لما يكون المسألة مقصود فيها الأخذ والإتلاف من أجل الانتفاع المهم أصبح مفهوم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إذن تعبير كيف لما نقول آكل الريبا هو بيأخذ زيادة عن الدين هو بيأخذ هذا الزيادة من أجل أن ينتفع بها هو فأعلى صور الانتفاع كانت في تاريخ البشر الأكل فصار يعبر عنه بالأكل ولا تأكلوا أموالكم الآن أموالكم نيجي أولا لمال المال ما هو الميل بعض الناس فهم أنه عندك وسط الشي فلما بتروح يمين أو يسار شو اسمه هذا ميل عندنا وسط الشي بتروح يمين بتروح يسار هذا ميل فهل سمي أو سمي المال مالا لأنه تميل إله النفس البشرية لأنه هو على فكرة لو اليوم تعريف المال هذا في عالم الاقتصاد مش موضوعنا الآن موضوع اللغة هو لا شك يبدو بالدرجة الأولى هو سمي مال لأنها تميل إليه النفس النفس البشرية تميل بتميل إله وطبعا بيشمل سواء كان عروض لا وسواء كان حتى عقارات مش هيك كل ما تميل إله النفس لامتلاكه مال وهو يميل به كيف وهو يميل بالنفس يميل بالنفس وفي نفس شو قالوا إنه هو سمي مال آمه إذن كله إله علاقة بالميل وعندما قلنا الميل لما تكون في الوسط فبتروح يمينا أو يسارا هذا ميل تمام بعضهم قال لا لأنه المال يتداول بين الناس فأحيانا يميل هنا فيكون عنده فلان وأحيانا يميل هنا فيكون عنده فلان من خلال البيع والشراء وخلال الهدية والوصية وطيب المال مش قضية ولكن زي ما قلنا الآن تعريف المال في الفقه يعني في بعض العلماء قال كل ما تميل إليه النفس وينتفع به عند الحاجة مثلا بس هذا الآن لما بدنا نبدأ ندقق في التعريف هذا من أجل الجوانب الفقهية والقانونية مش وقته ولا تأكلوا أموالكم إذن هو أموال المجتمع على فكرة يعني هو مالك مالي المجتمع مالك مالي المجتمع كيف لما قال سبحانه وتعالى ولا تلميزوا أنفسكم لما بدأك يصيء فلان لفلان بالكلام باللمز بشيك كأنك تلمز نفسك لأنه الناس كل كل المجتمع المسلم مجتمع كل وحدة واحدة على فكرة هو يعني فعلا لما بينتشر في المجتمع الأكل بالباطل الأكل بالباطل بينتشر في المجتمع ويكون يسيء إلى المجتمع ويسيء إلى الكل والكل يتضرر ولا تأكلوا أموالكم بينكم على اعتبار أن الأموال تكون تدار تدار بين الناس بالصور المختلفة من العقود وغيرها وأحيانا العقود شرعية ولا غير شرعية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل طبعا الآن بالباطل منفسر باطل شوية بس المقصود هنا يبدو طب كيف نعرف نحن الباطل من هون جت يعني الأكل بالباطل الأكل بالباطل كيف ننحدد أنه هذا أكل بالباطل مثلا الربع أكل بالباطل الرشوة أكل بالباطل طيب السرقة أكل بالباطل الحقيقة أنه الشريعة الإسلامية فصلت في هذا الكلام وبيّنت متى يكون مثلا العقود باطلة متى يكون الفعل الفلاني باطل في موضوع الجانب المالي والتعامل في البيع والشراء والشركات وتفاصيل في في تفصيل كامل في باب ما يسمى عندنا بالمعاملات المعاملات في الفقه يعني مسألة طويلة عريضة وبالتالي المسلم بالنسبة له قضية واضحة متى يكون أكل المال بالحق والمشروع يعني ومتى يكون بالباطل إذن الشريعة فصلت في المسألة طيب في القضايا اللي ممكن تكون فيها خلاف يعني بعض العلماء يقول أنه هذا يجوز التعامل نفرض شركة أو بعض صياغ العقود يجوز أو لا يجوز هون طالما القضية علماء اللي بيجتهدوا طالما أنه بقد مؤدلة إذن أنت في إطار الشرع فتقدرش توصف قضية تم الاختلاف فيها إنها باطل إذا كان الاختلاف اختلاف مين العلماء السيقات العلماء السيقات طبعا مش معناته شذ فلان إذا كان اعتبرنا شذ ممكن تجد أحيانا في الفقه يشذ فقيه معين وتجد العلماء بيرفضوا كلامه وانتهى بس إحنا نتكلم عن المعاملات والعقود اللي بكون العلماء نفسهم بكونوا أكثر من فريق في المسألة هذا يبقى ضمن دائرة الإسلام لا يمكن أن نسمي أكل مال بالباطل إذا كان بعض الناس بقول أنه باطل منقول طب في خلاف في علماء قالوا غير هيك ولذلك أنا بميل حقيقة في أيام نهاية في مسألة المعاملات المعاملات أنه دائما نحاول نوسع على الناس في القضايا اللي ممكن تجد بعض العلماء يتحفظ العلماء لا قولوا ما فيش شكال في باب المعاملات من أجل إيش أنه ما نضيقش حياة الناس خصوصا في التعاملات المالية لأنه المال أصلا ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قوام الحياة قوام الحياة طيب إذن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الباطل كما هو معروف شو يقابله الحق الحق فيه ثبات والباطل فيه أو الباطل لا يكون ثابت سريع الذهاب لا يستقر لا يلبس طويلا إذن طبيعي الباطل إذن هو فيه معنى عدم الثبات لأنه الحق هو إيش ثبات طبعا في الوجود هناك حق واحد وهو الله تمام لكن هو بشكل لاحظوا يحق الحق لأنه حقلنا الحق هو فيه إيش ثبات فعندما الله سبحانه وتعالى يحق بمعنى إذن يصبح الحق هو السائد والثابت في حياة مجتمع من المجتمعات على أي حال إذن الباطل الباطل ذهاب عدم استقرار لا يثبت لا يثبت وبالتالي طيب لاحظوا الآن لما نقول بيع باطل إذن لم ينعقد بمفهوم الشريعة بيع باطل ما نعقد الأحناف على فكرة هون وأنه مش لازم ندخل كثير في الفقه الأحناف ميزوا بين العقود الباطلة والعقود الفاسدة باطل وفاسد الباطل لا يترتب عليه آثار في العقود الباطل لا يترتب عليه آثار يعني مثلا زينة نتج عنه ولد ما منقدر نعتبئ ننسب الولد للزاني ولا منقدر نورثه ولا منقدر نلزمه مستقبلا أن يكون بارا بهذا الأب إلى آخره وينسب طبعا لأمه ودائما لازم نبين أنه ابن الزينة ما له علاقة لا يذنب بأي حال من الأحوال هو شخص ما يمكن لمزه إطلاقا ولا ذنب له هذا ذنب الزنا أيها لأنه بعض الناس ينقال فلان ابن زينة إيش يعني هو هو إيش نح ممكن يكون أتقى الناس وأفضل للناس مش هذه القضية إنما الآن أقصد الآن إذا قلنا عقد باطل معناته لا يترتب عليه آثار هذا اللي فرق من الأحناف أما إذا قالوا عقد فاسد فقد طبعا العقد لابد أنه ينهال طالما أنه فاسد ولكن يترتب عليه آثار البيع وقت بعد الآن الزمعة مثلا خلينا مثلا ذكرنا الآن مثلا نفرض امرأة تزوجت قبل انقضاء العدة هذا الأصل باطل عند الفكوهة الزواج عند الأحناف طبعا من فض الزوجية ولكن إذا حملت يترتب الآثار هذا التمييز إيش يعني هو ينسب إلى أبو وكله إذن هي تزوجت قبل انتهاء العدة حصل دخول يعني وحصل دخول حصل دخول طبعا من فض الزواج الفاسد ولكن يترتب عليه آثار غير عن الباطل طيب إذن فالباطل ليس له الباطل ذاهب الباطل ليس له ثبات ليس له استقرار لا يطول عمره إلى آخرين فيمكث في الأرض أيوان أيوان إذن الباطل لا يمكث في الأرض طيب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أيش الباطل يعني ما اعتبرت الشريعة أنه باطل في المعاملات ما يجوز أن تأكل مال آخر ب أمور أبطلها الشرع سرقة رشوة غصب إلى آخرين غش ربا لأنه في الريب لحظه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون رؤوس الأموال فقط طيب الآن وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا تُدْلُوا بِهَا إلى الحكام أولا نشوف تُدْلُوا عندما نقول أدليت أدليت برأتي أو أدليت بحجتي في الأصل عندك الدلو شوف حتى ستسموا إيش الدلو اللي من نزله في البير من أجل إخراج الماء فأدلى دلو أيوة فأدلى دلو أدلى دلو إذن إدلاء لاحظوا فيه إرسال هاي أول قضية فيه إرسال في الأصل خلينا في قضية الدلو أنت بترسل الدلو في البئر تمام من فوق لا تحت لاحظوا من فوق لا تحت هو إرسال ولكن يبدو أنه إرسال بخفة ورفق مع أنه زمان وحنا صغار كنه يرمي رمي في البير بقى في آبار كنه تدل أيوة لا خلينا في تدل إنسا إنما في الدالية مثلا الدالية اللي هي العنب هذا بسمها دالية تبقى لأنها نازلة من فوق لتحت بلا طافة ورفق حتى وهيها كيف كيف تنزل بلقى أنت مش منتبه ما بتشوف إلا هي مع الأيام إذن هو إذن 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 دلو وفيه إذن تدلو فيه إرسال إرسال ويبدو لازم أخر بعين الاعتبار من فوق لتحت من فوق لتحت برفق برفق أو معناته بخفاء أو خفية نقول خفية آه تلطف في هذا إذن ومنه زي ما قلنا مثلا أدل دل ودالية والآخرين فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور لأنه إبليس رفع من مكانتهم لما عصوا ولا نزل إذن هو تدل بهم بس إيش إبليس استخدم إيش أيوة بغرور بغرور فغرهم غرهم وأنزل من مكانتهم دلاهما بغرور إذن فاستخدم الحيلة إبليس من أجل أن يجعل آدم يقصوا وبالتالي نزلت ماء نزلت إيش مكانتهم تمام فدلاهما بغرور طيب وتدلوا بها إلى الحكام ولا تأكلوا إذن اللام هاي إيش اللام ناهية وبالتالي لما حذفت النون من تأكلوا في الأصل في الأصل إيش هي تأكلون في الأصل تأكلون بما أنه اللام اللام ناهية والناهية هاي تجزم الناهية تجزم إذن ولا تأكلوا هاي حذفت النون في الأصل إذن تأكلون يأكلون لا تأكلوا إذن مجزوم ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بينكم بينكم آه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وهي محذوف النون تدلوا معطوفة على المجزوم إذن إذن هي مجزومة أيضا لأن أعطفناها على على تأكلوا فمجزومة هذا هذا الآن سيؤثر بمعنى بالمعنى إذن لأن الناس عاقفة أكثرها طبعا في اللغة فبننقرب شوية المسألة إذن اللامناهية حذفت النون تأكلوا وبعدين و إذن هي ولا كمان ولا تدلوا بها إلى الحكام هي كما هاي إذن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام حدا حكي عن الحالية لا شوي بالله مرهج علاقة الآن وإنما إنما ممكن قالوا إنه بعضهم إنه منصوبة بأن المضمرة يعني طبعا بنا نشوف الآن إيش بدوا فرق الكلام كيف يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأن تدلوا بها وأن تدلوا بها لأنه أن المضمرة هاي برضو ما هي بتنصب وبالتالي تحذف النون طب هون هون خلينا نبين الآن إيش اللي بدو يختلف المعنى وبالتالي الناس بصير تفهم أحيانا ليش أحيانا المفسرين أو حتى الفقهاء ممكن يذهبوا إلى أقوال مختلفة لأنه الاحتمالات الوردة في الجانب اللغة يحتمل هذا يحتمل هذا منبين إن شاء الله إيش أفرق بس خلينا شوية طالما أنه إحنا في تدلوا في فرق بين قولك أدليت أدليت ودليت أو دلوت عفوا دلوت خلينا أدق دلوت طب إيش الفرق بين أدليت ودلوت أدليت لما لما بتنزل إنت البير عفوا الدلو في البير هذا شو ما نقول أدلى أدليت طب دلوت نزعت يعني رفعت الدلو رفعت الدلو إذن أدليت الدلو أرسلته في البير دلوت يعني نزعته فيه متعدي وفيه لازم نعم خلينا هركة الناس متعدي ولازم آه فهون طيب فيه من حتى نوضح الكلام فيه مثال مشهور بيستخدمه في اللغة وهو أكلت السمكة حتى عفوا بلاش أكلت السمكة الآن خلينا هذا موضوع ثاني اللي هو لا تأكل هاي نهي لا تأكل السمكة وتشرب اللبان طيب ليش ما قلت تشرب كمان نشوف هون كمان مرة إذا ممكن أقول أنا لا تأكل لا تأكل هايها ساكنة السمكة وتشرب اللبان هاي صيغة طيب تشرب معناته هون مجزوم وعطفنا مجزوم تمام وفي إذن هون هذا على فكرة المجزوم والمجزوم هذا معناه النهي على الجهتين يعني لا بجوز طبيب كنو هذا اللبحكي وطبيب يعني بيعرف اللغة فقال له لا تأكل السمك وتشرب يعني ولا تشرب اللبن خلص معناته هذا منه لا تخلص الدوة مش رح يوكل وفعلا في بعض الأدوية بكلولك إياك واللبن والحليب مشيك طيب نيجي الآن هذا الأول مطلوب الانتهاء عن اثنين وإذا بتلاحظوا هون لا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا إذا مجزوم عن مجزوم صارت زي إيش النهي عن الجهتين لا تأكل السمك وتشرب صار النهي عن إيش الجهتين نيجي للقول الثاني أو خلينا في الثالث بعدين نيجي للثاني مش أن ننتهي من الثالث بالزمناج لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني تكلش سمك بس تشرب لبن زي ما بدك لا تأكل السمك وتشرب اللبن هاي واوستعنافية بسموها وتشرب اللبن مش قضية شرب اللبن هذه بتعنيناش الآن مش داخلة في الموضوع هون نيجي لا لا تأكل السمك وتشرب اللبن بصيرش إذا بتأكل سمك إنك تشرب معها لبن بس كل واحد لحاله ماشي أما تجمع بينهن بقى في اعتقاد على فكرة عند الناس زمان فعلا إذا أنت أكلت سمك إياك شرب الحليب الحليب واللبن بس اليوم أظن هذا كلام ما كلام زمان هيك كانوا يعتقدوا ويبدوا متأثرين على فكرة في اليهود في أشكال أشياء عند اليهود بصير تجمع مثلا بين لحم ولبن بعرفش إذا صح حقيت ولا لا يصيروا كل الفتوى اليهودية المهم تجمعش بين روحين تجمعش بين روحين فهون هون معناته الآن بدنا نشوف هون تجمعش بين السنين طيب والله هذا المعنى هذا الثاني هذا ضعيف هون يعني كيف يصير معنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا يعني وأن تدلوا مش كلنا وتشرب وأن تدلوا طيب ما اتنين ممنوعات هون أوهمت ايش بهذه الطريقة انه بنقدر أن المضمرة انه انت معناته عم بتقول تجمعش بين اتنين طب ما احنا احنا لما قلنا لا تأكل السمكة وتشرب اللبنة إنه إذا أكلت السمكة لحالة وماشي وإذا شربت ما تجمعش بينهن طب هون ايش مهمة أصلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجمعوا معها الإدلاء تجمعوا معها الرشوة مثلا لا ما هو هذا اتنين أصلا من هي عنهن لأنه بوهم بعدين إنه إيش إنه إذا كل واحد نحالها ماشي ولكن هون على ما يبدو عطف خاص على العالم هون المقصود ممكن بعض الناس يفهمها كالتالي طبعا مش هذا التفسير اللي بدنا الآن نمشي عليه هون ممكن بعض الناس يفهمها كالتالي إنه هاي فقط الآية جاي من أجل تحريم الرشوة بس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هكذا بدأ أقدر وأن تدلوا بها إلى الحكام هذا الكلام إذن انت كأنه بدأوا قول لك الإدلاء بها إلى الحكام هذا أكل إيش بالباطل بيكون المسألة فقط جاي الآية من أجل منع الرشوة بس في حين لما نقول إنه مجزوم عفوا أعطفنا على مجزوم فالتنين مجزومات يعني ساكن الآن إنه حدف النون نتيجة الجزم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا لحظها نهي عن أكل الأموال بالباطل وقلنا شو فصلنا هاي واحد الآن ولا هايها ولا تدلوا بها إلى الحكام نهي يعني اثنين نهي صار نهيين النهي الأول هناك إذن القضية بدناش نركز عليها التي قد بتقول إنه هذا المقصود بس الرشوة هون هون الآن لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل طيب وإيش كمان ولا تدلوا بأموالكم إلى إلى الحكام تمام وهذا هو اللي الأصل إنه نمشي عليه تمام إذن هون نهيين مش نهي واحد نهيين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا طبعا وتدلوا يعني ولا تدلوا منين عرفنا من كونه مجزوم إذن ولا تدلوا بها الحكام يعني ولا ترفعوا الرشوة إلى الحكام ولا ترفعوا الرشوة إلى الحكام يا شيخ لا هو بدي يقول لك الحكام لما بيأخذوا الرشوة بيكون إيديهم تحت لأن هالإدلاء من فوق لتحت أنه اللي فوق اللي بيعطي قاعد معناته هذا تحقير للحاكم اللي بيقبل الرشوة كمان مرة مش إحنا قلنا غالبا الإدلاء بيكون من فوق لتحت نعم والحاكم اللي بيكون إيده فوق لما بيقبل الرشوة شو بصير تحت بصير تحت وفعلا هم مع فكرة القضان اللي بيتناولوا بصيروا تحت مكانتهم تحت وبصير المتحكم فيهم مين اللي بيرشي وبالتالي بمناسبهم تدلوا كيف بتسقطوا من العينين وتفاصيل وبتنزل منزلاتهم أصلا لما بدوا طيب إذن وتدلوا بها إلى الحكام إذن إياكم أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإياكم أن تستخدموا هذه الأموال لاستجرار أموال ثانية عن طريق رشوة الحكام حتى تعبير رشوة على فكرة مستخدمة لأنه في النأ هو على فكرة الرشاء والرشاء شو هو الحبل في الأصل ما هي العلاقة الدلو الدلو يكون له حبل الرشوة الرشوة ما هي برضو بترجع لإيش للرشاء والرشاء اللي هو الحبل اللي بتقل برضو نفس فهون الرشوة شو بيقصد في الرشوة إذن بقدم مال من أجل استجرار مال أكثر عن طريق مين عن طريق الحكام طيب على فكرة لاحظوا إنه هون قول الله سبحانه وتعالى لتأكلوا فريقا عجيب إنه فريقا طب مثلا خلينا نقترح مثلا عبارات ثانية لتأكلوا شيئا من أموال الناس لتأكلوا جزءا لتأكلوا نصيبا لتأكلوا كسما بس إذا بتلاحظوا فريقا عجيبا يعني أن التفريق المال عن صاحبه مثلا هاي الشيخ بقول تفريق المال عن صاحبه جميل لأنه التفريق على فكرة خلينا معناته في التفريق شوية طبعا في عندك تجمع وفي عندك تفرق في عندك تجمع وفي عندك شو قابلها تفرق والتفرق له صور مثلا يعني تفرق له صور أشياء بتكون هيك ملزقة بعضها شو ما يسميه فك طب هذا الفك هل هو تفرق آه أيوة بس غالبا شو ما نقول إحنا تفكيك أو فك ما نقول إش تفريق لأنه متلاسيقات بس هو تفريق تفريق تمام لأنه اجتماع وتفريق طب وإذا كان متصل وفصلنا برضو تفريق مشيك إذن إذن الوصل اجتماع والفصل تفريق إذن مفهوم وشامل يعني له صور قضية التفريق الآن لكن لما أنت بتسمع فريق إذا مش رح يكون لاحظ لما نقول شيء أو نصيب أو جزء أو قسم فيش فيه معنى الجماعة لكن الفريق فيه معنى الجماعة أنت ممكن تطلق على شخص واحد فريق هو أصلا الفريق على فكرة بيكون عبارة عن جماعة الفريق لحظ بيكون عبارة عن جماعة هي إيش منفصلة عن جماعة أخرى لذلك في كرة القدم فريقين جماعة هون هاي فريق وهي جماعة هون هاي فريق تمام لأنه على ما يبدو ليش هنا ممكن ممكن تكون استخدم فريق لتأكلوا فريقا من أموال الناس لأنه الناس بترشي في الأشياء الصغيرة هو بيرشي في أجياء الصغيرة ولا مشان يوقد مال كتير هو ليش بيرشي هو أصلا بيقدم مال مثلا بيقدم ألف مشان يوقد عشين ألف أما مش معقول يقدم ألف مشان يوقد عشرة فلما تكون جزء هذا ما بيدلش على الكثرة لأنه هون غالبا أكل الأموال بالباطل بشكل كبير وين بتتم في هاي الصورة صورة إدلاء للحكام وأنه حاكم بقبل ولا تعطيك مثلا دولار مشان مشان يحكم لك به أو من الدولار مثلا ها إذن هون ممكن حكمة استخدام إيه فريق فريق لتأكله فريق ممكن أصناف كمان متعددة آه ممكن بس هو غالبا الفريق زي ما قلنا في عندك تجمع وفي عندك افتراك بس فريق كلمة فريق معنى تفيد في اشي كبير كثرة 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 هاي تأخذ من وين من نصيب الإنسان المظلوم هذا طيب الآن لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم طب إيش الإسم لتأكلوا فريقا من أموال شوف الأول ولا تأكلوا أموالكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم شوف بينكم بضلها المسألة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل طيب وبعدين أيوة وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم طب خلينا بأموال الناس إذن المسألة مالهاش علاقة بمؤمن ولا مش مؤمن مسلم ولا مش مسلم مين الناس الناس واضح وهذا على فكرة لعدالة الإسلام الناس ما بجوز إذن تأكل أنت أموال الناس وقد تقول لي مسلم ومش مسلم بس ممكن مثلا في الشريعة اليهودية المحرفة تجد أحيانا يعني فيه فرق بينما أنت أكل الأموال اليهودية أو غيره في الإسلام أبدا أما والله أموال الحربي هذاك في حالة الحرب موضوع تاني ما فيش عرب الآن وفيه تعامل فيه تعامل بتتعامل مع مسلم وغير مسلم وإلى آخره ما يجوز أن تأكل أموال الناس برد أكرر الحربي هذا موضوع تاني الحربي موضوع تاني إنما هنا لاحظوا إذن القضية قدش الأصل التدقيق في الألفاظ في الألفاظ لأنه قد لا ينتبه الناس لكن القرآن الأصل تتعامل إنت معه بدقة النظر لأنه هو اللي بدو دلك الآن إذن لتأكلوا فريقا من أموال الناس لكن قال لك مش مسلم طيب ويعني مش ناس لتأكلوا بالإثم وما هو الإثم الإثم مسألتين بط لحظة بط وتأخر كما مرت إذن الإثم بط وتأخر بط في إيش وتأخر عن شأن إيش خليني أجي في التأخر أول شي هو يتأخر عن الخير وبط في فعل الخير ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ها ها بتخرون لك بالنسب ها من بطأ به عمله ها لم يسرع به نسبه لحظة أيضا بط هذه هذه بتلكيز أفكرها لأنه الإثم هذا التعبير هو ورد إثم وأثام مش وردت في الكرآن لا يلقى أثامة يلقى أثامة إثم وأثام جمعها آثام كمان مرة والقرآن استخدم آثام مشيك استخدم اسم استخدم آثام والجمع آثام تمام آثام الآن بطء إذن بطء في قضية إيش في الخير يعني بطء وتأخر عن فعل الخير معناته بشكل عام المعاصي المعاصي وكل ما ينهى عنه الشرع باعتباره الله سبحانه وتعالى خالق البشر وهو الأعلم بحقائكم كأنه المعاصي على فكرة تخلق في النفوس تأخر في فعل الخير يعني مفيش مسارة على الخير وفي حتى لو بدفع على الخير فيه بكون بطء هذا كأنه كل ما المعاصي تمكنت من النفس أنت تجد الإنسان بهذه الطريقة لا يسارع لا يسارع في الخير ويتأخر ويتأخر عن مواقف الخير وهو حتى لو بدفع الخير بيكون بطيء فمن هون ما بعدش في التباس أنه كيف يعني الآثام فيها بطء عن الخير أيها الآثام هي تخلق في النفس البشرية وفي المجتمع حتى إذا كان منتشر فيه الآثام والسلبيات يعني من أكم يوم يبدو شفت في بعض كأنه برناء عاملين ناس مصورين في مجتمع غربي في مجتمع غربي وهذا ذكرني في إشي كنت شايفه من زمان مصورين ناس يكون ماشيين في الشارع الغربيين بيكون في عندك ولد صغير بيجي واحد بخطف الولد الصغير بخطف أمام الناس بخطف الولد الصغير ويذهب فيه ما في ما في أي تصرف من كبر الغربيين في أنه يشوفوا والله طب هذا رجل خطف ولد صغير طب لو حصل في مجتمعاتنا أش بسير عندنا هون كمسلمين نتأخر لحظة لما نشوف هذا المنظر طبعا جابوا أكثر من ها شفت من يومين نزدينها ناس في الإنترنت وهذا هو المهم لأنه ينزع بركة العمر من المؤمن المسلم بالمعاصي شفت المتروح السنوات بالمعاصي بدون فعل خيرات وبدون فيش بركة فيش بركة وإن منكم لمن لا يبطئ طيب طيب يتقدم يتأخر لمن ساء منكم أي يتقدم أو يتأخر أو يتأخر جميل لاحظوا أعطي الآن طالما دخلنا في المثال زمان من السنين طويلة أيضا شفت برنامج التالي هذا ممكن توضح شو يعني إثم بمعنى اللي فيه معنى التأخر ومشيك والبطء لاحظوا هذا الكلام من السنين قبل ما يظهر الإنترنت في التلفزيون كان برنامج في مجتمع غربي في مدينة غربية أولا بتعف يبدوا أنه هناك في عندك في الشوارع آلات فيها بوزة تيجي بدك بتحط المبلغ وبت بتاع فهنشو خربوا الآلة خربوا الآلة وجعلوا البوزة إيش تنزل بدون والناس 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 ماشية بكثرة في الشارع بينظروا بشوفوا ما في أحد قدم يعالج الموضوع هاي واحد وروا كيف إنه كلهم ما لي علاقة اتنين بنت صغيرة علموها قالوا لها صغيرة في السن هيك إنه بتصير تبكي وتمسكي بالناس اللي ما رقين في الشارع فالبنت تبكي والناس يعني في كثافة في الشارع تمسك جوكيت هذا تمسك كذا ويتبكي يتركوها مش يوقف واحد ويسأل طبعا مش معقول المجتمع عندهم كله هيك أنا أتكلم شو هم عرضوا هو بكفة إنه في ناس هيك مش ضرورة يكون هم يعني إذا في خمسة في المية من الناس هيك شي عجيب مش هيك طيب واللقطة الثالثة طلبوا من إمرأة تطل من النافذة وتستغيث عشاء في الشارع في الشارع تستغيث ينظروا وكل الشارع كثيف ينظروا هيك ويستمر وانا ما لي وانا ما لي طبعا في أشياء ثانية ممكن تدعوهم لهذا الكلام على فكرة قوانين معينة وتقطروا لأنه في بعض الناس بيقول لك أنا بعدين بتورط بيبدوا يسألوني وشو يدخلك انت وكيف انت يعني الثقافة العامة بشكل عام تجعله مرات بهذه الطريقة ثم بيقول لك أنا شغلي أتأخر دقيقتين خمس دقائق ما بيجوز هلك شو مستفيد أنا بس هذه ممكن توضح لنا إيش يعني إثم اللي فيه بطء وفيه تأخر تأخر عن فعل الخير وبطء فيه اتجاه نحو الخير وبالتالي لما بيجي الإسلام إذا لاحظ ما هي دائما المعاصي المعاصي تددل بالإنسان الطاعات تلتقي فيه الطاعات تبني المعاصي تهدم بالتالي إثم معناته هذا لأنه حبيت أركز لأنه مفهوم الإثم مش كثير واضح في أذهان الناس لأنه هنا في الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهمنا بالباطل قالها سبحانه وتعالى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم يعني هذا الفعل اللي بتفعله في أكل أموال الناس عن طريق الرشوة وغيرها ديروا بالكم هذه من الأمور التي تورث تورث إيش التأخر والبطء في أن يكون في خير يبدو أنها بتأثر في الطرفين على ذكرها بتأثر في المرتشي شوف اللي هو قاضي وبينزل لمثل هذا المستوى المتدني والراشي ودول اتنين كأنه إذا أدمنوا على هالكلام هذا ديروا بالكم بديوا يقول لهم وهو أصلا باطل هو فهمنا لا تقولوا ما لكم بيبكن باطل هذه صورة من صور الباطل طب ليش تم التركيز عليها ليش تم التركيز عليها لأنها أولا تفسد القضاء شوف المجتمع اللي منتشر فيه رشوة شو بصير انت بلاحظ المجتمع اللي منتشر فيه رشوة ويصبح الناس نفسهم مش آمنين انه في قضية التحاكم وفساد القضاء والتفاصيل هاي القضية حتى روي ما أدري ماذا صحته بس هو غالبا صحيح كأنه تيرتشيل ما هو هذا اللي قاد البريطانيا في الحرب العالمية الثانية تيرتشيل لأنه الكلام قديم بس كأنه بسألوه يعني كأنه بسأل الدمار بريطانيا في الحرب العالمية انه وصفوا له الكثير من الدمار وصفوا له الكثير من الدمار في بريطانيا فأجأ سألهم شو قال لهم كيف القضاء كيف القضاء قالوا له تمام قال خلاص منيح ماذا بالقضاء تمام فيش مشكلة طالما القضاء تمام فيش مشكلة انتبعتوا كيف هو لذلك التركيز طبعا ما هو أكل مال بالباطل لذلك بشي قلنا إذن هي فعلا لا ولا تأكلوا ولا تدلوا ليش الإدلاء بالذات لأنه هذه الصورة لأنها بدأت ضر المجتمع بشكل كبير لأنه إذا انتشرت وجد الحكام اللي بهذه الطريقة وجد الناس اللي بيوصلوا لأكل أموال الناس بالباطل عن هاي الطريقة فبالتالي ركز عليها موضوع الرشوة رشوة الحكام يعني وخطرتها طيب إذن طيب طبعا الحكام المقصود هون اللي بدهم يحكموا في المسائل المسؤولين قضاء ها اللي بدهم يحكموا في المسائل مش بضرورة يكون قاضي مرة تكون رئيس البلدية أو أعضاء البلدية مش هيك لها صور كثيرة الحكام اللي بيحكم في المسائل بيحكم في المسائل مش بتصور هذا في المجتمع قد يشمع اللي بحكمه في المسائل المهمة الاجتماعية ثم يدخل يدخل موضوع الرشوة فمن هون يفهموا ليش ولا تأكلوا ولا تدلوا ولاحظ أنه بتخلص من أمواله من أجل أن يستجر أموال أكثر وإيش ممكن هذا يفعل في المجتمع في تدمير في تدمير المجتمع طيب لو يجينا قل لك بالإثم وأنتم تعلمون يعني كأنه الاسم يكونوا ظاهف آه بالإثم وأنتم تعلمون لأنك أنت غير مؤاخذ إذا كنت بتعلامش إيش يعني بتعلامش يعني أنت مش قصدك أصلا آه لا آه هو قصدك أنت لما قله وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم بالإثم وأنتم تعلمون يعني أنت عن سابق إسرار وبتعرف عن سابق إسرار وبتعرف لكن في بعض الصور ممكن نخذع بعد الناس ومش مدرك هو هو يظن أنه هذه الأموال اللي أعطاها يعني بقصد أنه رسوم بظنها رسوم لا شو بنيت هدية ما يجوز في قضية الهدية مش عارف يعني هو هو بيعلم بيعلم وأنتم تعلمون لكن خلينا أسأل سؤال هون ممكن قضية ممكن تطرح طب أنا ممكن مش أنا طبعا هو ممكن بده يأخذ حقه هو حقه فعلا مش قادر يوصل له إلا بالرشوة وهو متحقق تماما أنه حقه وحقه هذا بده يضيع ولكن القاضي فاسد هل يجوز أن يأخذ حقه بالرشوة أنا شخصيا أرى إذا كنت متحقق إذا كنت متحقق من أنه هذا حقك وأنه المقابل فاسد والقاضي فاسد وممكن يذهب هذا الحق يكون الإثم على القاضي ويكون الإثم على اللي كلف القاضي هو برضه ممكن مرات على فكرة بعض الناس يرشي القاضي بألف يجي كله هذاء كألفين ها ها فهون بصرش نيجي نقول إنه الرشوة لأنه هون إيش الآية بتقول لتأكلوا فريقة من أموال الناس إيش بالإثم طب أنا بدي أخذ مالي أنا بدي أخذ مالي طيب انت به هالطريقة هاي انت به هالطريقة هاي بتفسد المجتمع برضو قاعد بتساهم بتساهم في إفساد القضاء انت فالأصل إنه الناس على فكرة المتقي حتى حقه ممكن مش معناته مننصحه منقول له آه لا لا بس بقدرش أقول لك لا ليش لأنه حتى لو حقك وبدك توصل له انت بتساهم في إفساد الناس فالأصل فالأصل إنك تتورع عن هالكلام بس إذا بتتكون فتوى أحيانا عفل حتى نعطي صور عندنا في مجتمعنا هون في مجتمعنا هون طيب اليهود مفسدين في الأرض الآن ويا ما إنه أفقد الناس ما يسمى بالهوية ما عادش يعني ما عادش مواطن ممنوع يجي على بلده طيب لو رشى اليوم في اليوم على فكرة عند اليهود الرشوية هذا من علامات على فكرة ها ها لو رشى من أجل رشى اليهود أو الواسطة اللي بيكونوا بعض المحامين اللي عندهم مداخل أجل رشى اليهود من أجل أن يحصل على هوية وبالتالي حق الإقامة في بلده تيجي تقول له ممنوع هذه هذه ممكن تكون على فكرة إيجابية من جهتين الجهة الأولى الجهة الأولى أنه هذه علامة من علامات انهيار المجتمع الإسرائيلي أنه بيقبل الرشوة ما هو في المقابل لما نقول أنه ينتشر في المجتمع المسلم الرشوة هذا ضعف بضعف المجتمع بخلقله طيب هنا في المقابل في عندك مجتمع متطفل جاوة فرض نفسه عليك ومظالم مظالم طيب انتشرت بينهم الرشوة وعب تفكك ومالو في ناس بيرشوا بيجيبوا سلاح بتيجي تقولهم لا لاحظا بيرشوا من أجل الحقوق بيرشوا لليهود اليوم اليهود لما بده واحد يبني بناية في الكدس مثلا في الكدس على فكرة كدهش باخدوا منه البلدية على الرخصة إذا بتعرف 50 ألف دولار 50 ألف دولار على الرخصة طب هون انت بتبني ب50 ألف دولار الرخصة بس 50 ألف دولار الشقة الوحدة الشقة الوحدة الشقة الوحدة فبتدفع 10 ألاف لواحد فبتدفع أيوة فبتدفع 10 ألاف لواحد ثاني في البلدية عشان يسرع ويسهل ليه أمرين إنه سحل لك لأن مرة بقعد السنين يعني تيجي تقول للناس لا لازم يفهموا الناس يعني شو المقصود هون لا هيها واضحة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم طيب اليوم إذا كانها علة للحكم أيوة بالتالي الحكم يدور مع العلة وجود أنه عالما واليوم القضاء لما بيعرضوا بعض الفلسطينيين على القضاء اليهود ممكن يعطيه سبع سنين عشر سنين ولا بيسأل اليهود خمسة عشر سنة طيب بير شو يعطيه سنتين نجي بكل ممنوع بل بالعكس بل بالعكس بل واجبك في الحالة في الحالة هاي إن كتر شي ولا يش إنه المسلمين كانوا يقولوا قديما إنه لما يؤثر مسلم يؤثر مسلم على المسلمين إنهم مهما كلفهم الأمر يفتدوا كأثير يفتدوا شو يعني يفتدوا يعني تفعوا المال طيب أنا أريد أن أتفع المال لمين الآن أنت ملاحظ إذا أنت معني اليوم على فكرة في مواجهة الفلسطينيين في مواجهتهم مع الياهود أنت معني إنهم يكون قضاتهم مفسئ فاسدين الضباط فاسدين الجنود فاسدين مرتشين اللي على الحواجز مرتشين ليش من أجل أنت الآن هذا أولا هو مظهر لك العداء هو أصلا ابتداء عدوه ومظهر لك العداء ومش بتخفي فيه هو مش مش قيل لك أنا مش عدو مش تصرف فهون برضو هذه برضو ضروري في هذه المسألة إذن من أجل استخلاص الحقوق لما تكون متحقق مش والله يغلب على ظنك أنك أنت صعب الحق هذا هذا بقصد في غير الآن وضعنا فلسطيني مع اليهود لا أنت متحقق مش أنه ولا يغلب على الظن أنا بقدرش وقت أقول لك لا وإن كان الأولى بالمسلم ها هو تصوروا في بعض الناس مرة في قضية أنه شخص خرج يبدو قدم لدولة عربية من أجل أنه يتوظف مدرس وخرج من الضفة وقبله لكن بقي مسألة معينة وإلا هذا الرجل بفقد وظيفته لأنه استقال هون وبفقد وظيفته هناك إلا أنك ترشي شو يعمل هذا فقد وظيفته هنا لأنه استقال ورحبه يتوظف هناك حصل قضية معينة ما عادش قادر فإذن برضو حتى اللي اللي بفتوا الناس الأصل برضو أن ينظروا إيش حكمة الشرع في تحريم الرشوة ومتى تكون الرشوة جائزة ما يكونش في تعدى على حقوق الآخرين ما فيش تعدى على حقوق الآخرين وهي أصلا مطالب بحقك أنت حقك إن مواطنة حقك مثلا تخرج من السجن اليهودي عم بالزينك بشيك أنت لأنك فعلت خير مهم بالزينوك لأنك تفعل شر تفعل خير قد نش بك تقيقتين خلص ما ذهب تقيقتين نيني إن شاء الله وإشوائي بس نتأكد أنه كله تمام طيب حديث آه صحيح هنا جميل في حديث كنت أنا بدي أقرأ لكم معروفه لا 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 هذا في البخاري وغيره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض لأنه لما بيجبوك في أمام القاضي تجد هذا أبلغ أو محاميك أبلغ من المحام الثاني وقادر أنه يقنع القاضي ألحن بحجته من بعض فهون طيب كما مرى لحظه إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على على نحو ما أسمع كل واحد بدلي بحجته فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه يعني بمعنى إنه مش تقول والله القاضي حكم لي والقاضي هو أصلا ولي أمر والشرع اللي يجعله يقضي وبالتالي تتخذ تقول طب ما هو قضى القاضي تقول قضى القاضي طب كيف أهي رسول بقول لك إذا قضيت لك على نحو ما أسمع فلا تأخذه فإنما أقطع له قطعة من إيش من النار من النار إذن إذا عارف أنت أنه القاضي القاضي بيقضي على نحو ما أسمع الآن القاضي مش مرتشي القاضي سمع منك ومنه حكم لك وإنت فاهم أنه مش صحيح أنه أنت دلسين عليه ببعض الأمور وحكم في بعض الناس بقول لك طالما حكم القاضي انتهى هذا أمر شرعي لا عشان هيك لابد كنا لابد نفهم ما بان إنه شرعي ما هو حكم القاضي هيا أدلينا بكذا آه بس أنت أخفيت قضية لو ذكرتها للقاضي لا حكم له هيا الرسول بكون لك وهو رسول صلى الله عليه وسلم وموح عليه وممكنه قاضي على فكرة وهو يقضي بين الناس الوحي كله هذا كذاب مع ذلك الرسول إيش بده يعلمنا كيف القضاء تقضي على نحو ما تسمع حتى لو كانت تعلم لذلك على فكرة في القانون بقوله إنه لا يقضي القاضي بعلمه يعني نفرض القاضي شاف من يقتل هو كان في مثلا شاهد القاضي عملية القتل وعرف القاتل فرفعت القضية أمامه واجهوا المحامين وتفاصيل العلماء على فكرة عنا شو قالوا قالوا القاضي بنزل من القضاء وبصير شاهد أما ما يقضيش على ناحو ما يعلم بده يقضي تباتوا ها بدك تقضي بدك لإشي اللي شفته تنسها وشو تقدمت إليك الأدلة تقضي على أساسها لكن كيف بده أقدر أنا وانا عارف خلاص إذا نقول أنا بستقيل من هاي القضية بالذات وأنا شاهد بصير شاهد تختصمون لدي أو لدي إلي ما فيش لدي إلي في مثل إلي المثل إيش لما بيقول وتدلوا بها إلى الحكام الحكام اللي هم مسؤولين الدولة أو المجتمع قد يكون الحاكم هو الرئيس قد يكون رئيس قد يكون الوزير تخطيط أو وزير الأشغال وزير الأشغال رئيس البلدية لأن لما كان حكام صار إذا الأمر قد يتحدث عن المجتمع كله بيصير وهذا صورة مهمة بحصل على فكرة الحكام مش الحاكم لأن كلنا من يحكم بالأمر طب كل الأمور هاي كثيرة اللي بيحكموا فيها بحصل كثير من هاي الصور اليوم إنه مثلا المزارة أو البلدية أو الحكومة وزارة التقطير بتقرر إنها تسوي قرية أو مدينة في المنطقة الفلانية لو مشيت الأمور حسب التراتب التراتيب النية والمهنية الإدارية إذا كل المجتمع باستفيد لكن بيصير فيه بسبب الفساد في الدولة العميقة وزارة التقطير أو البلدية بياخد قرار إنه بتتسوي قرية بس ممنوع تحكي لحدها بنتقل الخبر للدولة العميقة لهم رجال الأعمال الفاسدين القضاء الفاسد العسكر الفاسد وقبل ما ينشروا الخبر بيبعثوا ناس بيشتروا الجبل الفلاني ببخس أيوه على حساب الناس أصحاب الأرض اللي هو فريقا من أموال الناس بالإثم أيوه وتركوا الأمر كما هو كان كل المجتمع باستفيد ورحمة الله وبركاته بالإخوة الله وبركاته بالإخوة الله وبركاته